أنه يقع نزاع بين زوجين فيلجأني أو يلجأ أحدهما إلى المحاكم الوضعية ومن ثم هذه المحاكم الوضعية تأتي وتحكم بالطلاق بسلطة القانون كما يقال هذا أي قانون؟ هذا مو قانون محمد صلى الله عليه وآله الوحيد الذي له حق الطلاق هو الزوج ومن وكله الزوج فإذا امتنع الزوج عن التطليق وكانت الزوجة راغبة في الطلاق تفوض أو تلجأ هنا للحاكم الشرعي أي القاضي الشرعي القاضي الشرعي من هو؟ النبي الإمام ومن فوضه الإمام عليه الصلاة والسلام وهو الفقيه الجامع للشرائط يعني المرجع المرجع له أن يطلق رغما عن الزوج رغما عن أنفه القاضي في المحاكم الوضعية ليس له ذلك البته حق وكيل المرجع حق وكيل المرجع يصير إذا انفوض المرجع في هذا الشيء يعني هو انفوض وقال له أنت مفوض عني مو أي وكيل مو وكيل اللي بس يقبض الأخماس مثلا هذا وكيل ضمن حدود وكالته لا يوكل المرجع في أنه ينقل صلاحيته الولائية الحكمية ينقلها ينقلها إليه هذا هم ما يروح يطلق هالشكل هم بها إجراءات بها مسائل يروح أولا يستدعي الزوج يبحث عنه يشوف شنو وضعه يشوف ليش هو مأذ مرته مثلا وثم يخيره يقول له إما أن تؤدي حقوق الزوجية كما ينبغي وتعاشر زوجتك بالمعروف ومثلا تنفق عليها إلى ما هنالك وإما تطلق فإذا تعنت إذا تعنت طلقها ولاء بالولاية التي فوضها الله عز وجل والأئمة عليهم السلام للمجتهد للفقيه الجامع للشراط أما أن الناس تروح لهذه المحاكم الوضعية بكيفها ويجي القاضي والنوبها بعد منه قاضية هالمرة ويتقوم تحكم بالطلاق والمرأة هذه تفرح المسكينة تقول خلص اطلقت وانزاحت هذه العلة وتروح تعتد أيضا تعتد ثلاثة قرؤ مو مشكلة تروح تعتد وبعدين تقوم تتزوج واحد ثاني وتجيب مننا جهال أيضا تجيب مننا أولاد ويستمر هذا الزواج الثاني وبالأخير تفهم أنها لا تزال شرعا وحكما على ذمة الزوج الأول والزوج الثاني تحرم عليه حرمة مؤبدة تنفصل عنه فورا بلا طلاق وأولادهم أولاد شبهة خلص وماكو حل حتى لو يطلقها الأول ما تقدر ترجع للثاني ما تقدر خلص حرم عليه حرمة مؤبدة انتهي ترجمة نانسي قنقر